من الخرطوم تنضم إلينا مرسلة الغد سهام سعيد سهام ماذا عن التفاصيل إلى أين وصلت الإجراءات فيما يتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية نعم مرحبا سينار المحكمة الدستورية في السودان واحدة من أهم الأجهزة العدلية المفقودة حاليا على الساحة باعتبار أنه تحتاج إلى أعضاء وكما هو معروف في السودان بأنه المتبقي حتى الآن هو رئيس المحكمة الدستورية وهو على بشك أن ينزل إلى المعاشر السودان محتاج لأن يعين أعضاء وقضاء جذل للمحكمة الدستورية لأنه هناك قضايا كثيرة والملف العدلي ملف مثقل بالكثير من القضايا فيما يخص رموز النظام البائد وفيما يخص قضايا والقصاص بالنسبة لشهداء ثورة ديسمبر هناك الشهيد أحمد الخير الذي تم الحكم على قاتله بالإعدام لم ينفذ الحكم حتى الآن أسر الشهداء قاموا يقفى احتجاجية وتحدثوا إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان حول متى سينفذ هذا الحكم فأشار لأنه أو كما أفادتهم رئيسة القضاء بأن المسألة مرتبطة بتكوين المحكمة الدستورية وعضو مجلس السيادة قال بأن المحكمة الدستورية على وشك أن تشكل وهناك أسماء فقط هي الآن مطروحة أمام المجلس السيادة أو الجهات العليا في الدولة أسماء متعددة سيتم الإختيار من بينها لتشكيل المحكمة الدستورية لأنه كما قلنا ملف القضايا وخاصة قضاء العدالة الانتقالية هي قضايا كبيرة الخطوة التالية بعد ترشيح الأسماء سهامي لابد من موافقة من حتى يتم بالفعل اعتماد هذه الأسماء وهذا التشكيل نعم هي خطوة تحتاج لموافقة الجهات العليا هنا في الدولة المجلس السيادة ومجلس الوزراء وهي قد تكون تخص المجلس السيادة بصورة أكبر التصديق على هذه المسألة وتشكيل المحكمة الدستورية ومن ثم تبدأ مهامة في الفصل في القضايا المختلفة التي تنتظرها إذن سهام سعيد مرسلة الغد من القرطوم شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر